انطلق بجامعة أسيوت مؤتمر ريادة الأعمال في مصر بتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين بوزارة التعليم العالي يهدف هذا المؤتمر إلى اكتشاف الطلاب المبتكرين في الجامعات المصرية لتوجيههم وتقديم الدعم المالي والفني لهم لتصميم مشروعاتهم بما يخدم التنمية وكذلك اكتشاف رواد الأعمال الصغيرة من الشباب وتمكينهم من أحداث تنمية حقيقية في مجالات التصنيع المختلفة وذلك في إطار استراتيجية مصر 2030 النهاردة بإذن الله عندنا إيفنت مهم جدا بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابق التابع للوزارة التعليم العالي لاكتشاف الموهوبين في مجال ريادة الأعمال إن شاء الله بإذن الله يكون فيه تعاون مثمر ويوصل بنا أنه يبقى فيه دعم للناس لبدأ مشاريع بالفعل أو الناس اللي عندها نية تبدأ مشاريع ريادة أعمال ونقدم لهم كامل الدعم المادي والمعنوي فيه عندنا مجموعة كبيرة من المتحدثين اللي جايين الخبراء في مجال ريادة الأعمال عشان يحطوهم على الطريق الصح ومش بس كده كمان الناس اللي قردي بدأوا هنبدأ نحن نقعد معاهم عشان نشوف إزاي نقدم لهم من صندوق رعاية المبتكرين والنوابق الدعم المطلوب سواء كان في صورة تموين مادي أو كان في صورة خدمات إن كايند موجودة لتحضير دراسات الجدوى ودراسات السوقية ترجمة نانسي قنقر